السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. ازايكم عاملين ايه? معكم الحلقة جديدة ميس ماي ويزي انجليش. ويلا نكمل مع بعض الستوري بتاعة جريد سكس. قصة سنة ستة ابتدائي اللي هي مفاجأة رائعة. وهنبدأ مع بعض بورت فايف. لا تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبنا اوفدنا. ويشير ويسبسك رائعة لو انت جديد معي في القناة ويلا بينا. لنبدأ نرى. أسر رأيت شادي أنه يجب أن يأخذني إلى المنزل أسر قال إن كان بخير أسر رأيته ورأيته ورأيته بخير لكن ماذا تفعلين هنا؟ أسر يقول لنا أن أسر و شادي قاعدوا يلفوا حوالين هذه الشجيرات وعلى الناحية الثانية شافوا مجموعة من الناس وقفة تشتغل بابا ومامتو كانوا عمالين يحفروا أسر جري عليهم و لما بابا شافوا قالوا بتعمل هنا إيه يا أسر قالوا شادي وبابا دعوني أجي معاهم الحديقة وقلت التيتا وقالت تمام أسر قاعد يبص على الأرض كده لحد ما رأى البوتس بتاع بابا ومامتو كانوا مطاينين خالص وسأل بابا قالوا لكناتو بتعملوا هنا إيه يا بابا أسر بيونس لوجدت اتش اثر انت لعب أسر بابا سوى بابا ومامتو كانوا بابا ومامتو كانوا أسر بابا وبكده نكون خلصنا كمان باعت 5 ويلا بينا نحل شوية الاسئلة اللي عليهم number one there was a group of people working in the park طبعا true شادي's parents were digging in the park طبعا false خدوا بالكم ما كانوا ش بابا و ماما تشادي اذا كان بابا و ماما اسري بهنا false number three اسا's parents looked surprised when they saw him طبعا true تفققوا لما شفو شادي's dad invited mayor to come to the park طبعا false لانه مدعوش ما يرهم مدعو اسر اسر's dad's boots were muddy طبعا true البوت بتاع بابا كان ماضي جدا اسر's dad used the spade for digging ابو اسر كان بيستخدم ال spade او القروف علشان يحفر به طبعا true there was a plan on the large information board طبعا true كان عليها الخطة بتاعت الحديقة الجديدة اللي بيعملوها the information board showed some boring play equipment طبعا لا the exciting play equipment كان عليها المعدات الجديدة الجميلة اللي هيحطوها فيه number nine بيقولنا اسر's mom and dad were making a play ground with a sensory garden اه مامة اسر و بابا كانوا بيعملوا ملعب فيه sensory garden طبعا true complete اسر's parents were in the park كانوا بيعملوا ايه في البرك طبعا digging كانوا بيحفروا اسر's parents looked at space when they saw him طبعا surprised number three shady and his dad invited اسر to come to that دعووا يروح معهم فين البرك اسر's dad's space were muddy اللي كان بابا اسر لفسه وكان مش نضيف البوت اسر's dad was digging with a بابا كان بيحفر بالايه with a speed the plan showed lots of exciting new play equipment يعني الخطة اللي كانت معروضة كانت علي شوية معدات شيقة جدا the children's parents made a playground with a الاب والام كانوا بيعملوا ملعب ملحق فيه a sensory garden number eight the sensory garden was made for all the children in there the sensory garden دي كانت معمولة علشان كل الولاد اللي موجودين فين يستمتعوا بيها طبعا neighborhood نخش على الانسر the question ويهنا بيقول لنا what were as the parents doing in the park كانوا بيعملوا ايه في البرك كانوا بيعملوا ايه في البرك كانوا بيحفروا why did asr go to the park asr ليه راح الحديقة he went with shady and his dad هو راح مع shady وبابا او ممكن كمان نقول because shady and his dad invited him عشان shady وبابا دعوه للحديقة number three what did asr see when he looked down شاف ايه لما بصده he saw his parents boots muddy أو muddy boots number four بيقول لنا why did asr's parents have muddy boots ليه كانوا وابا lil sim cardi لابلوا لامتين لعلابسين اللم지 boots دول because they were nache taking the crown karme لأنهم مكانوا وعمشين يحفروا في الارض what did assis parents do when they saw him يعني كانوا بعملوا ملعب مزود بحديقة حسية بابا وماما وروا ايه الاسر تمام بابا وروا لوحة كبيرة عليها معلومات وفي جواها خطة مكتوبة عليها وروا لوحة كبيرة عليها خطة ومعلومات كثيرة ماذا أصر وشادي أرى على المواقع؟ بابا وروا بمزودة جميلة جميلة جميلة